يعني ما هي الخلطة اللي جعلت ما بعد جيل الستينيات والسبعينيات إذا كان على الفصيح أو إذا كان على الشعبي يعني عبد الوهاب البياتي، نازك الملائكة جواهر الكبير، قالم السماوي الكبير حسين مردان، شعراء كبار وبالشعبي كاظم الرواع، عريان سيد خلف، كاظم اسماعي القاطع، ناظم السماوي، غازي تجيل، مبفر النواب مشير العبودي، حسن الخزاعي السبب ليش ما ظهروا بعدهم؟ اسماء كبيرة طبعا ليش ما ظهروا بعدهم مثلا توقفت عند هذا الجيل وإذا ظهر واحد أو اثنين لم ينافس بشكل كبير يعني عطاء ذاك الجيل يختلف عن عطاء هذا الجيل ذاك الجيل عطاء تقريبا عطاء أكثر شقة فيه، أكثر محبة، أكثر قرب للناس أكثر عطاء ولذلك يشوفوا الأغنية العراقية السبعينية تعتبرها عصرة ذهب في الغناء العراقية حتى الملاحظين بالكبار يعني طالب القرابلي، محمد جوهد أموري، محمد نوشي، محمد عبد المعسم، هذا الإنسان الكبير رباح لي أزمن أحمد الخليل، كثير يعني ولذلك تجربة الحقبة السبعينية والستينية أكثر عطاء من التجربة الحالية ترجمة نانسي قنقر